اشتركوا في القناة الكامل صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الكامل في أخلاقه الكامل في إيمانه الكامل في معاملاته صلى الله عليه وسلم حلقتنا هذه المرة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي مريض وهل يجوز زيارة اليهود وهم مرضى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجاملهم في مرضهم بما ليسوا أهله إنما يكلمهم بما يوازي خط دعوته عليه الصلاة والسلام فكان كما جاء في البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الغلام هذا الغلام وكان غلاما أعطته أمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره عشر سنوات وقالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك يعني الخادم الصغير عشر سنوات عاش يخدم النبي عشرا أخرى حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أنس عشرون سنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يخدمه أيضا غلام يهودي فمرض هذا الغلام فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قد يقول قائل لكن النبي زاره لأنه كان خادما له يخدم النبي عليه الصلاة والسلام إذن لو كانت الزيارة ممنوعة ولا تجوز ما زاره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لكنه زاره إذن يجوز زيارة اليهودي والنصراني وغير المسلم للطمع في أخلاق المسلمين التي تقود إلى الإسلام فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع من الوفاء أيضا وإن كان لغلام صغير فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وتوقع أن يكون هذا المرض مرض موت فقال للغلام أسلم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالغلام 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 نظر إلى أبيه أبوه يهودي مثله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فنظر مرة ثانية إلى أبيه وفي المرة الثالثة نظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم طوع طيب ليه لم يطعه الأب إنهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون كيف يتعامل معهم فلذلك كان من الصعب أن يرفضوا له طلبا حاضرا فقال له أطع أبوه فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات بعدها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي نجاه من النار لأن آخر كلمة مات عليها لا إله إلا الله ولم يملك وقتا ليصلي ولا غير ذلك فختم له بأحسن الأعمال وهي لا إله إلا الله فهذا من أخلاقه الطيبة والمعاملات الحسنة أخلاق الكامل أخلاق الرجال الذين يعرفون الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الناس بما يوافق أمر الله سبحانه أيضا مع اليهود جاءه هذه المرة والحديث عند الإمام مسلم حديث ثوبان جاءه رجل من أحبار اليهود يقول ثوبان قدم علي رجل من أحبار اليهود وقال يا محمد أريد أن أسألك فدفعته دفعة كاد أن يصرع منها فقال هذا الحبر العالم اليهودي قال لماذا تدفعني قال لما لم تقل يا رسول الله وتقول يا محمد شايفين غيرت المسلمين على اسم النبي محمد تناديه باسمه مجردا ولا تقل يا رسول الله طيب تتخيلون كيف يكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد هل ترون أن الرجل اليهودي أخطأ غلط عابا هل ترون زلك طيب ثوبان رآه أنه أخطأ فدفعه وقال له تقول يا محمد مجردا ولا تقل يا رسول الله اليهودي عنده ذكاء رد ردا بعد أن قال لم تدفعني فقال له لم تسمي النبي بالرسالة وتقول يا رسول الله وقلت يا محمد مجردا اليهودي ماذا قال قال كلمة لا يستطيع أحد أن يرد بعده قال إنما دعوته باسمه الذي سمه به أهله هو أهلك مسمينك باسم لو ناديناك بالاسم اللي سمك بأهلك يبا حنا غلطنا لكن بعض الناس بيعتني بالأوصاف وخاصة في زمننا الذي نعيشه إذا قلت يا فلان أنت فعلت يقول لك أنت تقول أنت يعني عايز لازم تقول حضرتك لازم تقول يا دكتور لازم يعني صحيح لو قلناها هو شيء من حسن الكلم ومن حسن استقبال الناس لكن لو نادك أحد باسمك لا يغضبك هذا إلا إذا رأيت أنه يستخف بك أو يستهين بشأنك الرجل قال إنما دعوتوه باسمه الذي سماه به أهله يعني أنا مغلطش فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نفس الكلمة يا ثوبان إنما دعاني باسمي محمد الذي سماني به أهلي يعني ما ينفعش يا ثوبان إنك أنت تعترض على هذا الرجل مغلطش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنصف هذا الرجل إحنا لو في زمننا هذا ممكن نرد على الرجل زي كده نقوله أنت مش محترم ده اللي قدامك دكتور في الجمعة زي تنادي وتقوله أنت ده ده دكتور في الجمعة فما بالكم بسيدي البشرية عليه الصلاة والسلام يقول اسمي محمد فليقولي يا محمد مغلطش فيه خلاص ومش هناخدها على أنها استهانة ولا غيره طالما لم يظهر منه شيئا من ذلك الرجل لماذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول عليه للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أسألك فسأله ستة أسئلة هذه الأسئلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها لأنها كانت من الغيب حتى جاء جبريل ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب آخر سؤال كان منهم قال له كيف يأتي الولد لأعمامه أو يأتي لأخواله إزاي الولد يشبه عمه وبوه أو يشبه همه وخاله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل صدقت وإنك لنبي قال طيب تسلم قال لا أنا بس ألك بس ما تطلبنيش بحاك وماشى الرجل وانتهى الموقف بسلام اللهم صلى وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة